هنعمل مع بعض النهاردة اللي سبونش الجاهز بأسهل طريقة بدون ما نستخدم في التسوية لأوالب خاصة بالكيك الإسفنجي كمان هعلمك إزاي تقطعي لطبقات متساوية بكل سهولة لو عندك مناسبة أو عزومة وحبيت تعملي ترطايا حلوة كده وتزينيها متأكدة أن وصفة النهاردة ان شاء الله تستفدي منها شايفين الطبقات كلها متساوية طاري وهش جدا مفوش فراغات كتير لو أول مرة تنوروني في القناة أنا راد واسراج وتنسوا اللايك والشيلة وعجبكم الفيديو يلا في الأول نصلى للرسول ونشوف المأدير أول حاجة بتجاهزي العجان أو المضرب الكهربائي في الوصفة دي تحديدة ما ينفعش استخدام المضرب اليادوي هنضيف في البولة ست بودات بدرجة حرارة المبخ مش خارجين من التلاجة نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودة لو هتستخدمي السيلة هيكون معلقة صغيرة شعرة بسيطة خالص من الملح معلقة كبيرة من الخل بديل محسن الجيل للناس اللي ما تعرفوش أو كمان ممكن ما يكونش متوفر عندها الخلي هنا محسن طبيعي بديل محسن الجيل هيديكي نفس النتيجة هيخلي الكيك معاكي ناجح وهش جدا هنضيف نص كيلو من دي لسبونش الجاز وده بيباع من عند الناس اللي بيبيع مستلزمات الحلويات هنضيف نص كبيرة من الميا من الحنفية عادي مأدير وبسيطة جدا في الأول هنشغل العجان على السرعة الهادية بس عشان ما نبادلش حوالينا لحد لما يبدأ اديه يختفي والخليط يتجنس جايزي بقى اسباتيولا جنبك مش معلقة معدن أو خشب من الجوانب كده أثناء الضرب أقلبي من تحت الفوق عشان ساعات بيكون الدقيق متكتل في نهاية البولة كمان عشان العجان يضرب خليط الكيك كويس جدا بيكونش فيها اي تكتلات تضربي بقى مضلطة وكل من عشر دقيق كده ربع ساعة شايفين أنا بعمل بالسباتيولا ازاي كده بقلب من تحت الفوق هتلاحظوا أثناء الضرب الخليط معاكي بيبدأ لونه يتغير والقوام كده أنا وصلت الأعلى سرعة شايفين اللون بقى بالضبط عامل زي الكريم شانطي والقوام يمكن أخفح حاجة بسيطة هافل بقى على العجان عشان أوريكم القوام المصبوط للسبونش هو ده اللي أنا عوزاه لازم يعمل الخيط كده ده معاكي كده مش محتاج إن هو يضرب تاني وإن شاء الله هيكون الكيك ناجح جهزت الآلب المتوسط على ما أعتقد ما فيش أي بيت بيخلى من الثلاث أوالب الألمونيا دول طبعا موجودين في كل بيت للناس اللي مش متوفر عندها أوالب الكيك الأسفنكي الحقيقة محبتش صعب عليكم الوصفة برضو لو مش متوفر هنعمل أحلى كيك وأحلى طرطاية بالأوالب العادية دهنت على خفيف كده الآلب من الجوانب ومن النهاية بالزيت وقصيت ورق الزبدة ضفته في النهاية وبرضه ومن على الجوانب وبعد لما بتضفيه بتدهني برضو على خفيف كده بالزيت نزلت بالخليط التحف ده شايفين يا جماعة القوام واللون هو ده اللي أنا عاوزاه هيديكي كيك هايل جدا ابدأ يسوي كده من على السطح بالاسباتيولا بتاعتك عشان يكون السطح شكله متساوي وغبطي خبطتين كده على الرخامة خبطتين ثلاثة عشان ما يكونش فيها أي فرغات وكنت مسخنة الفرن بتاعي قابليها بعشر دقائق على درجة حرارة 180 هنضفها في الرف الأوسط على الشبكة هتقعد معاك بالضبط 40 دقيقة وتطلع بالجمال ده اختبرتها بخلة مكانش فيها أي عجين وكانت تحفى هسيبها بقى تاهدة شوية وبعد كده هنقطعها ونشوف شكلها من جوة عامل ازاي مع بعض الكيك برت شوية طلعته من القالب وقلبت القالب وضفت الكيك عليه شيري بقى ورق الزب ده كده بشويش سمك الكيك ده هيديكي تورطاية 3 طبقات محترمين لو بتحبي تورطاية بتاعتك 4 طبقات يعني أعلى من كده هتضيفي الخليط في الصينية الأصغر من دي زي ما تحبه تسوية مصبوطة هشة وجميلة جدا عاوزاكوا لما تروحوا تجيبوا أي حاجة من عند الناس اللي ببيع مسلزمات الحلويات تلاحظوا في التلاجات بتاعتهم نفس الكيك ده بنفس السمك سواء فانيليا أو شوكولاتة متغلف بستريتش والناس بتروح تجيبوا بأسعار غالية على التزين يمكن ده اللي حمسني إن أنا عملكوا الفيديو أوريكوا قدية طريقته بسيطة وسهلة مش صعبة تماما شايفين تسوية مصبوطة جدا جدا كنت أنا عاملة قبل الحلقة سبونش شوكولاتة هو نفس الطريقة والمقادير بالضبطة بس بنغير الفانيليا بالشوكولاتة سبته يبرد وغلفته بستريتش أهم حاجة لما تيجي تشتغلي في الكيك بتسيبيه قبليها بليلة عشان تعرفي بس تقطعيه ويكون كده ماسك نفسه أنا بقى هسيبه ليلة كاملة وده تاني يوم طلعته من التلاجة وفاكتل استريتش من عليه وهبدأ باني نجيب سكينة مشوشرة شوية واشيل الطبقة اللي من فوق دي ينفع على فكرة كمان تشيليها بإيدك هتطلع معايك بكل سهولة لازم نشيل كل الطبقة الغمقى دي عشان لما نحط الكريم شانتي يثبت على التورطية ان شاء الله هنخصص حلقة في قرب وقت للناس اللي مش متوفر عندها دقيق السبنج في بعض الدول طبعا ما بيكونش متوفر وبتحب تعمل تورطية وبتستخدم الديق العادي ان شاء الله هنعمل حلقة نستخدم فيها الديق العادي ونعمل أحلى سبنج بس أنا من وجهة نظري السبنج الجاهز بيديني نتيجة أقرب للجاهز للتورت اللي بتتباع في المحلات لكن طبعا ما فيش مانع ان شاء الله نخصص حلقة نعمل اللي سبونش بلدقية العادي زي ما قلتلكم في ناس كتير ما يكونش طبعا متوفر عندها او ما تعرفوش اصلا شايفين هيطلع معاكي الطبقة دي بكل سهولة لازم طبعا تتشال كلها وكمان من الجوانب نضفت كويس جدا جدا هنقلب بقى على الاتجاه التاني بحب لما اجي اقطع الترطية اقطع من الاتجاه الاسفل عاوز اقول لكم تحدي هنعمل 3 طبقات كلها قد بعد بدون منستخدم لمنشار ولا اي حاجة الحلقة بتاعت النهاردة بجد انا كنت مساهلة عليكم جدا بدون ما نستخدم لمنشار في تقطيع الترط ولا كمان الاوالب بتاعت الكيك شايفين اقطعي بقى كده الكيك بكل سهولة جاهزي بقى سكينة يفضل تكون طويلة ومشارشار عشان ما تهدرش معاكي وتفرول الكيك بسبت ايدي من فوق وكنت لما اوصل لنهاية كل جنب الف القالب وكمل تقطيع كده بشويش مش هنستخدم في حلقة النهاردة لا منشار ولا خيط ولا صعب عليكم الموضوع شايفين ادي اول طبقة متساوية تماما مفيش حتة عالية حتة نازلة فتحة جدا جدا وكمان مفيش فيها اي فراغات حلقة النهاردة بازن الله مسهلة عليكم كل حاجة مش هنستخدم لأوالب خاصة بتسويت السبونج للناس اللي مش متوفر عندها الادوات اللي خاصة بالترط ولا منشار ولا خيط الخيط عاوز حد برضو متمكن شوية لان ممكن يفرول منك او برضو ما بيزبطش بيتطلع حتة نازلة حتة عالية ما بتكونش حلوة زي ما انا بعمل كده اعملي سبتي ايدك ولفي كده كل جنب وكملي تقطيع بشويش اتحديكم لو تلاقوا طبقة مختلفة عن التانية بكل سهولة هتعملي ترطايا حلوة كده تلت طبقات من الفتحة ممكن تعملي ترطايا الشوكولاتة وتزيني بقى التزين اللي تعجبك وتفصلي بكريم شانتي وطبعا بتضيفي اي شربات خفيف كده وانت شغالة ما بين الطبقات وضيفي الكريم شانتي والتزين بقى بتاعك انت ممكن تعملي طبقة ما بين الشوكولاتة والفانيليا لو بتحبي الترطايا بتاعتك تكون علي انا بديكي افكار وزي ما انتو حاوزين وانا كمان قطعت كيكة الشوكولاتة شايفين كل الطبقات قد بعد اظن بقى حلقة النهاردة مفيس سهولة حاولت على قد مقدر ابسط وسهل عليكم باسمك بخرد وسرق ألقاكم ان شاء الله في حلقة جديدة